أزول في اللون أحلى السوسيترز في الكون أتمنى أن تكونوا بخير ننتقل إلى الخبر نفت عارضة لازياء هايلي بيبر الشائعات القائلة بأن زوجها جاستن بيبر يسيء معاملتها قالت إن الواقع هو النقيضة التام والمطلق أغلقت هايلي مؤخرا شائعات مفادها أن زوجها نجم البوب جاستن بيبر يسيء معاملتها وقالت إنها بعيدة كل البعض عن الواقع لدرجة أنه شيء مثير للضحك كانت هايلي تتحدث للمغانية ديملوفاتو مؤخرا على فوردي وفقا لبيش سيكس وانتقدت الشائعات المستمرة وتناولت ما وصفته بالسرد المستمرة عنهما كزوجين قالت هايلي هناك الكثير من الروايات التي تدور حولي وعنا معا مثل أنا جاستن ليس لطيفا معي ويسيء معاملتي وأنا أؤكد لك إنها بعيدة كل البعض عن الحقيقة وعكسية تماما قالت الفتاة البلع من العمر 24 عاما أيضا إن زوجها ليس فقط أفضل صديق لها ولكنها تشعر بأنها محظوظة لكونها مع شخص يجعلها تشعر بالتميز كل يوم وأضافت قائلة الحقيقة هي أننا لم نكن مهوسين أبدا ببعضنا البعض ونستمتع معا خضعت المظاهر العلنية الأخيرة للجاستن وهيلي للتدقيق الشديد من طرف الفانس وخصوصا عشاق علاقة سيلينا جوميز وجاستن بيبر أو ما يسمى بجيلينا كان أحد الأمثلة الحديثة خلال في أم إيز الأسبوع الماضي عندما حصلت جاستن على جائزة فنان العام ولم يظهر أنه يحتضن هيلي أو يقبلها في طريقه إلى المسرح على الرغم من أنه صرخ بإسمها علنا وشكرها على دعمها إلا أن البعض لا يزال يأخذها بطريقة سلبية مثال آخر هو مقطع تيك توك الذي أظهرت جاستن وهو يسير في أحد فنادق فيغاس بعد أحد عروضه ويمكن رؤيته وهو يتحدث بشكل عصبي إلى هيلي وطبعا قام البعض بتحويل ذلك إلى صراخ في وجهها ولكن هيلي وصفت هذا الشيء بالهراء التافه اشتركوا في القناة